اشتركوا في القناة يعني بفرض Y يساوي X تربيع إذن عندي X تكعيب E قوة Y DY مشتقة الـ X بتروح هاي مع هاي بظل عندي نصف X تربيع E قوة Y وطبعاً X تربيع هي Y فبصير نصف Y E قوة Y DY إذن الـ E قوتها مش خطية ففرضتها اشتقيتها حولت السؤال إلى Y صارت القوة خطية لكن لسه معها إشي إذن أنا هين مضطر أروح على الأجزاء إذن U يساوي نصف Y وDV هي E قوة Y هاي مشتقتها تساوي نصف وهاي تكاملها نفسها إذن صار عندي نصف Y E قوة Y ناقص نصف E قوة Y هاي شو بتصير نصف الـ Y برجعها X تربيع E X تربيع ناقص هاي تكاملها نفسها وبرجع X تربيع زائزي إذن تعويض وبعديها كملنا أجزاء هون عندي كوساين جوة لن بفرض Y وساوي لن ليش؟ لأنه مجبر إذا حكينا الساين والكوساين والتان والمثلثيات كلهم لازم يكون اللي جوة العلاقة غير خطي بروح باشتق هاي كوساين Y وهون دي X بتصير دي Y مشتقة لن واحد على X بتصير X كوساين Y دي Y طب من هون كيف دي أطلع X باخذ الطرفين قوة E إذن X تساوي E قوة Y صار عندي E قوة Y في كوساين Y في دي Y هيك شو صار عندي؟ صار عندي تكامل دوري ليش؟ لأنه عندي E وعندي اقتران لن طيب هاي X تكعيب صاين تربيع أول ما تشوف صاين أو كوساين والزاوية مش خطية بتسميها Y وبتعمل تعويض بتروح بصير عندي X تربيع ونص ساين Y والX تربيع هي أصلاً Y هيك صار عندي كثير حدود مع دائري إذن أجزاء نص Y ودي V هي ساين هاي اشتقاقها نص وهاي تكاملها كوساين مع إشارة سالب سالب نص Y كوساين Y ناقص هاي مع هاي بتصير موجب نص كوساين Y هاي سالب نص Y كوساين Y زائد نص ساين الY وبترجع محل Y كل إشي طيب نجعل لي بعدها برضو عندي ايه مش خطية Y يساوي كوساين X DY على DX تساوي ساين أنا عندي هون سالب طبعاً عندي هون E قوة Y عندي هون متطابقة اللي هي اثنين ساين في كوساين وهون DY على سالب ساين راحوا مع بعض صار عندي اثنين E قوة Y ولسا عندي كوساين الكوساين اللي هي Y سالب اثنين Y E قوة Y وهذا بدو أجزاء مباشرة هاي لو فرضنا Y تساوي جذر الX ساين Y DY على مشتقة الجذر هاي بتصير هون اثنين جذر الX ساين الY وجذر الX اللي هي أصلاً Y برضو هذا أجزاء زي اللي حلنا قبل شوي بالضبط اللي بعده اللي بعده عندي X تربيع زائد واحد وعندي E قوة X تربيع أول إشي بعمله بفرض X تربيع يساوي Y هاي X تكعيب خليها E قوة Y وهاي برضو Y زائد واحد تربيع وهون DY Y على اثنين X إلغي الX مع الX بيظل عندي نص X تربيع E قوة Y وهون Y زائد واحد قوة اثنين DY هاي اللي هي Y إذن صار عندي سؤال حلناه قبل شوية بس صار فيه تعويض بعدين رجع نفس السؤال اللي حكينا بنرفعه لأعلى بصير Y وهاي Y زائد واحد قوة سالب اثنين DY وبعدين بكامل شو في السؤال اللي بعده وعندنا مساحة خكينا المساحة هي عبارة عن تكامل محدود شو بقول لي بقول لي في الشكل المجاور يمثل الاقتران جد احداث النقطة A والنقطة B النقطة A والنقطة B هي التقاطع مع محور X بصفر المعادلة E قوة سالب X تساوي صفر أو ساين اثنين X يساوي صفر هاي مستحيل طبعا الساين يساوي صفر متى؟ لما تكون الزاوية باي ولما تكون صفر واثنين باي هاي لما تكون الزاوية اللي هي اثنين X إذن X X مع اثنين صفر باي عثنين وباي إذن هاي الاي باي عثنين وهاي باي إذن عندي مساحة جزئين جزء فوق محور X والجزء الثاني تحت محور X الجزء اللي فوق من صفر إلى باي عثنين طبعا الاقتران نفسه E قوة سالب X E قوة سالب X في صين 2X أما الجزء اللي تحت فهو من باي عثنين إلى باي نفسه بس راح أحط له إشارة سالب لأنه تحت محور X طبعا زي ما انت شايف هاي تكامل دوري وهذا نفسه التكامل الدوري لكن الإشارة سالبة فأنت بتكامل مرة واحدة وبتحط إشارة سالب للجواب هون وطبعا بتعمل عملية تعويض للحدود اللي عنا عشان تطلع الجواب النهائي للمساحة شو عنا هون عنا هون يتحرك جسيم في مسار مستقيم وطعطى سرعته بالاقتران V T الزمن V السرعة بدأ الجسم حركة من الأصل إذن S الصفر تساوي صفر جد موقعه بعد T ثاني بدي أكامل V عشان تتحول إلى S طبعا هاي بدها إجزاء U T و D V هي E سالب نص T هاي بتصير واحد وهاي بكاملها نفسها على المعامل بنقلب إذن سالب 2 T سالب نص T سالب مع سالب موجب 2 E سالب نص T سالب 2 T سالب نص T هاي بكاملها دو يطلع لي كمان سالب 2 بتصير سالب 4 زائد C هاي صارت S حكا لي S الصفر صفر يعني صفر يساوي هاي بتصفر لأنها مضروبة بصفر وهاي سالب 4 E قوة صفر E قوة صفر اللي هي واحد إذن هاي بتصير سالب 4 إنقلها على الجهة الثانية إذن C 4 إذن العلاقة نفسها بس محل C 4 هاي علاقة الموقع في أي زمن كان في كل مما يعطيك المشتقة الأولى بدك تطلع الاقتران الأصلي طبعا حكينا منحط تكامل تكامل F في الـ X يساوي U بعملها بدي أكامل طبعا أول شي هاي أنا هاي بحاجة إلى تكامل أجزاء 2X ودي V E قوة سالب X وهونا DU اللي هي 2 وهونا في سالب E قوة سالب X مضربها 2X في سالب E قوة سالب X وهونا سالب 2 E قوة سالب X سالب 2X E قوة سالب X سالب مع سالب موجب 2 ولما أكامل E هيطلع لي كمان سالب يعاود مرة ثانية زائد C وعندك نقطة هاي محل X وهاي محل Y بتطلع قيمة C هذا زيه برضو بده أجزاء Y X زائد 2 ودي V ساين X هاي بتصير 1 وهاي بتصير سالب كروس عين طبق الأجزاء وأسئلة زي هيك بتيجي بالامتحان غالبا ضع دائرة ولا أحلى منها حلها وخذ علامتها كامل إن شاء الله تعالى تمام يا حمزة تمام يا سيف سيف الله قطز طيب شوف اللي بعده بقول لي تقدم الدعاء لدور الطبع دعاء بتطبع بنا نعمل عملية تكامل للمشتقة لأنه ما أعطيني المشتقة يعني فأنا بدي أحط تكامل هون وتكامل هون تكامل إن برايم T يساوي تكامل T زائد 6 في E سالب 25% DT هاي بديها أجزاء طبعا U هي T زائد 6 وDV اللي هي عبارة عن E سالب 25% هون ناقص هاي بتصير موجب لأنه فيه سالب 25 E سالب 25 T DT وبتكاملها كمان مرة وبتطلع قيمة 20 جد عدد الكلمات جد علماً أنه دعاء كانت تطبع 40 كلمة في الدقيقة شو يعني عند بدء الدورة عند بدء الدورة عند الزمن صفر عند الزمن صفر 40 ليش؟ لأنه T هاي هشوف T بعد T أسبوع من التحاق للدورة يعني كم كلمة اتحسنت وصالت تطبع بعد T أسبوع إذن عند بداية الدورة إن الصفر يساوي 40 شوف اللي بعده عنا السؤالين أثبت راح أتركهم إليكم أثبت عدديات بدك تكامل واتطلع الجواب النهائي زي ما هو شوف هذا السؤال محرزي شوي يعني بقول لي أثبت أن A يحقق المعادلة الآتي طيب نشوف بدنا نكامل U هي X وDV هي E قوة نص X هاي مشتقتها واحد وهاي مشتقتها 2 قوة نص بتصير عندي X 2E قوة نص X ناقص تكامل 2E قوة نص X إن كامل هاي 2E قوة نص X ناقص منها تصير 4 نص X من صفر إلى A هاي المفروض تساوي 6 إن عوض A بتصير 2E في E قوة نص A ناقص 4 في E قوة 2E هذا كله ال A ناقص الصفر هاي بتروح بظل عندي سالب 4E قوة صفر هذا يساوي 6 إذن 2E E نص A ناقص 4E قوة نص A ناقص بتصير موجب 4E يساوي 6 يعني 2E في E نص A ناقص 4E نص A يساوي 2 إنقل هاي للجهة الثانية إحنا بدنا نشوف هاي هل تحقق هاي ولا لا فشو بدي أعمل بدي أحاول أطلع قيمة A من هون وأشوف هل هي صح هون ولا لا إذن هاي المعادلة البسيطة بتطلع منها قيمة A وبتعوضها هون وتشوف أنه المعادلة ثابت A يحقق هاي المعادلة ولا لا شوف اللي بعده جد تكامل لن الأكس بطريقتين مختلفتين مبرر إن جابت بكفي واحدة إحنا عندي لن أكس الكل تربيع أول طريقة ممكن أفرض Y تساوي لن أكس وأشتق بتصير هون Y تربيع وهون DY على واحد على X اللي هي X Y تربيع DY محل الأكس بدي أحط من هنا E قوة Y إذن بصير عندي Y تربيع في E قوة Y DY وهاي بدها أجزاء مرتين عن طريق الجدول طبعا لو أنا بديش أحل بالطريقة هاي بروح أجزاء مباشرة U هي لن الأكس تربيع إذن دي يو هي اثنين لن الأكس في واحد على أكس دي V دي أكس إذن V تساوي أكس بصير عندي أكس لن أكس تربيع ناقص هاي مع هاي اثنين لن أكس واحد على أكس في أكس دي أكس وروحوا مع بعض إذن أكس لن الأكس تربيع ناقص تكامل اثنين لن الأكس بدها أجزاء كمان مرة U لن الأكس دي V اثنين هاي مشتقتها واحد على أكس وهاي تكاملها اثنين أكس بصير عندي اثنين أكس لن الأكس ناقص هاي مع هاي واحد بتصير اثنين أنا راح تروح الأكس مع الأكس إذن اثنين أكس لن أكس ناقص اثنين أكس زائد سي هذا كله بعد إشارة السالب وبعد هاي وطبعا لو كاملت بالطريقة الأولى راح يطلع معاك نفس الجواب بالملي طيب شو عنا عنا الشكل المجاور مساحة طيب بده R1 و R2 وأثبت إنه المساحة R1 إلى مساحة تساوي E ماينس 2 إلى E بدي أطلع R1 و R2 المشكلة في التكاملات إنها نوعا ما كلها بدها أجزاء يعني هذا بده أجزاء إذن R1 R1 من سالب نص إلى صفر تحت المحور تحت المحور سالب من سالب نصف من سالب نصف من سالب نصف إلى صفر الثاني راح يكون عكس الإشارات نصف لأنه نصف لأنه نفس التكامل لا راح ولا إجا زائد ربع بعكس الإشارتين بس من صفر إلى نصف هذا تكامل لحال وهذا تكامل لحال بتطلع جواب هاي وجواب هاي شو حكالك هو نسبة المنطقة R1 إلى R2 يعني راح يطلع معك R1 إلى جواب و R2 إلى جواب إذا حطيتهم فوق بعض وعملت اختصارات هون بتكون E-2 E يعرفت؟ يعني لو قسمت الجوابين على بعض بصف معك E-2 على E شو ضل عنا؟ باستعمال التكامل بالأجزاء أثبت كل مما يلي طبعا هذول الصورين أثبتناهم أثناء الدرس إحنا في الدوسية فلو رجعت عليهم مش غلط هيك انتهى معانا حل أسئلة درس التكامل بالأجزاء فهيك إن شاء الله حل أسئلة الثلاث أو الأربع دروس الأولى انتهى هلأ راح نزل لكم حصة إن شاء الله اسمها منوعات تكاملية فيها تكاملات منوعة كل سؤال عبارة عن تكامل قضية لحاله يعني الحصة الجاية اللي هي المنوعات التكاملية لما نزلها إن شاء الله لحالها بتكفي تميز كل أنواع التكاملات عن بعض لأن التكاملات راح تكون مخلطة مش راح يكون التكامل يمبين معك على أي درس بالنسبة لحل أسئلة دروس المساحة ودروس التفاضلية راح نحلهم كمان إن شاء الله بس مش راح أحل كل الأسئلة راح أحل الأسئلة المحرزة لأنه درس المساحة أصلا درس سهل تكاملاته سهلة فيش فيها مشاكل فراح أختار الأسئلة الصعبة ومهارات التفكير العليا وإن شاء الله راح نحلها مع بعض في المساحة والتفاضلية يعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة